أهلا بكم من جديد مازلنا نتحدث عن التصالح في مخالفات البناء ومعنا سيادة النائب طريق شكري وسيادة النائب إيهاب منصور ونسأل أسئلة الناس ما هو موقف منهم خارج نطاق التصالح إذا لم تشملهم توسعة خرائط النطاق الجديد اللي هو يعني الأحوزة العمرانية مش كده يعني إيه وضعهم من الناس دي طرام أن هذه الوحدات فيها مرافق وساكنة وليست وحدة منفردة يعني ده تجمع سكاني سيتم التصالح عليها قطعا ما هو سعر جديد لهم إذا طبيقت المادة 4 بدفع قيمة 3 أضعاف سعر المتر للتصالح ده يكون السعر المنطقة دي مثلا سعر المتر فيها 50 جنيه أو 100 جنيه فيه مادة 4 بتقول 3 أضعاف بس فيه تكملة لها أيوة ويجوز لمجلس الوزراء أنه يقللها وأنا بقول من دلوقتي عايزين نرقف بالناس الدنيا شددت الصعوبة تتقلل ففيه إمكانية الناس اللي خارج نطاق التصالح أنه هم يتصلحوا بس بالمادة دية بعرض الوزير المختص وموافقة مجلس الروس موقف المباني غير المأهولة بالسكان خارج الحايز وخارج نطاق التصالح الأمراني واللي حصلوا على نموذج 3 في القانون السابق إذا لو حدد فيها مرافق؟ يعني الساكنة بس فيها مرافق؟ غير مأهولة بالسكان غير مأهولة بالسكان بس فيها ممكن يبقى فيها مرافق لو فيها مرافق حيتصلح عليه؟ لو ما فيهاش مرافق لا حيبقى فيه فحص بقى نازم يفحصه نازم يفحصه هل مشهولة بالنشاط سكني أو غير سكني؟ لأنه هو في الآخر بيدور على النازل موجودة فبيقانن وضعها بالضبط لو كانت بناء مجرد بقى أسقف خارج ناية ده حيبقى فيها لجنة موقف كل من يحصل على النموذج النهائي طبقا للقانون الجديد وكان أعمدة ووقت هل يحق له صب السقف أسوة بمن حصلوا على النموذج النهائي في القانون السابق 17 سنة 19 في القانون الجديد لا يوجد موافقة صريحة لهذا البند لكن ده مش من الممنوعات التلاتة إذن يمكن ليهم التصالح وفقا للمادة 4 من القانون اللي هي بتاعة 3 أضعاف أو أقال ده كل الناس دخل في 3 أضعاف أنا أحساسي أن الأغالبية عيبقوا في المنطقة طب ما هو ده بس أنت كده بتكلف الناس كتير بدل يعني كل الناس كده دخل في 3 أضعاف ده قصة مهمة جدا